نصل في تفاصيل حلقة النهاردة ونبتدي بالأهلي طبعاً سكواد الأهلي راحها بقرار من ميستر المسلماني اللي خد قرار أنه يراح الفرقة كلها بعد محقق وفوز أخير على نادي أسوان في مبارات الأخيرة للدوري بنتيجة 2-1 مبارح الفرقة كلها راحها لمدة 7 يام بس أثناء طبعاً الدوليين اللي وقع اختيار كابتن حسين البدري عليهم الشناوي، أيمن، أكرم توفيق، حمدي فاتحي السلية، صلاح محسن، حسين الشحات، محمد شريف ومجدي أفشا 9 العيبة من نادي الأهلي نضموا لمعسكر منتخب كان الله فعونهم الحقيقة يعني أنا مقدر طبعاً شرف وأهمية التواجد مع المنتخب في تحيي حلم ملايين المصريين بالتأهل لكاس العالم لكن طبعاً العبء البدني أو الحمل البدني عليهم ما يكون كبير جدا نروح كمان للحقيقة بعض التصريحات اللي تكلم فيها مستر بيتسو موسيماني بعد خسارة لقب الدوري الراجل حقيقة تكلم فتح قلبه لكل جماهير نادي الأهلي ومدرك تماماً وده واحد من الحاجات اللي بتأكد على عظمة الجمهور جمهور كاسبان هذا الكم الكبير جداً بضعت من أول محط مستر موسيماني رجله في القاهرة والأهلي ما بيعرفش غير منصات التتويج فنش دوري فنش كاس فاز بأفريقيا السنة اللي فاتت في النجمة التاسعة على حساب نادي الزمالك وكررها السنة نادي على حساب كايزر تشيفز عشان يحقق البطولة العشرة في تاريخ النادي الأهلي الدوري الأبطال ما اكتفاش خد سوبر إفريقي على حساب نهضة بركان وهو شارك في كاس العالم وفاز على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية وبطل برازيل فقبل النهائي وحقق تاني برونزية للنادي الأهلي في تاريخه ورغم كده الراجل حاسس بحالة حزن ومؤدر كمان في الوقت نفسه حالة الحزن اللي عند جماهير النادي الأهلي فإنها فقدت بطولة واحدة من سيل البطولات اللي حققت في فترة لا تتجاوز السنة الفترة اللي تولى فيها ميستر موسماني موسماني يجي في شهر عشرة عشرين عشرين النهاردة احنا داخلين على تسعة ما جناش تسعة لسه ما وصلناش تسعة عشرين واحد وعشرين يعني في تقريبا عشر شهور ورغم كده قال إنه بيوعد جمهور النادي الأهلي إنه الفترة اللي جاية فرقة النادي الأهلي والجهاز الفني النادي الأهلي هيكون أقوى وأسكى في التعامل وأعتقد إنه الدعم اللي قدمته قدارة النادي الأهلي للفرقة أعتقد كافي بشكل كبير جدا إنه يكون عندنا سكواد على أعلى مستوى وإنه سقف طموحاتنا إن شاء الله بإذن الله يؤدي لاحتكار كل البطولات القادمة بداية حقيقة مش هستنى ما لسكواد الجديد يخش قايمة لا أنا بكلم حالكم بداية من كاس مصر وسوبر مصري اللي هتلعب إن شاء الله أين كان معاده وعندنا طبعا بطولة مهمة جدا 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 عشان نكسر أو نحقق هنكسر رقم قياسي إحنا أصحابه هو سبع بطولات سوبر إن شاء الله بإذن الله في مواجهة الرجل المغربي نوصل لتمانية كلم على الصعوبات الكتيرة اللي واجهته في خلال الموسم وقال إنه لسه كمان يعني رغم إنه شارك مع الأهلي في بطولة الدوري في آخر أسباحة في الموسم الأخير لكن خلينا نتفق إنه الأهلي كان مفنش البطولة من بدري وبيلعب مرتاح فالرجل على حد تعبيره يعني ما كانش مدرك لطبيعة المنافسة وما كانش مستني إن يكون في ضغط كبير جدا للمباراة بالشكل ده قال لي إحنا لعبنا في ظروف تقريبا شيء مستحيلة على أي فريق في العالم 19 مباراة في 53 يوم وده يمكن عكس الفريق المنافس اللي حصل على البطولة بيقصد الزمالك اللي يمكن ما تاخدوش بالكم منه بنتكلم على أطول فترة راحة حصلت عليها لعابة النادي الأهلي الموسم ده كانت ست أيام هي اللي كانت قبل مطش الترجي في قبل نهاية أفريقيا في الوقت اللي فرقة الزمالك عملت معسكر تقريبا خلينا نقول استعداد لموسم جديد كانت مدته تقريبا 22 يوم عشان كان فترة التوقف والأهلي الحقيقة يمكن كمل فيها عشان يعوض يدفع ضريبة بقى مشاركته الدولية سواء في استكماله المشوار أبطال أفريقيا أو مشاركته في كاس العالم للأندية لكن الرسالة المهمة الحقيقة بعيدا عن الأسباب اللي قدت أنه موسماني بيوعد أنه الأهلي اللي هيظهر في فترة اللي جاية هيكون أقوى أنه كل المشكلات أو السلبيات اللي هي ظهرت مع نفسه ومنها مثلا فكرة أنه الأهلي استقبل عدد كبير جدا من الأهداف الموسم ده وخصوصا أنه كان فيه جزء أو نسبة كبيرة من الأهداف دي في اللحظات الأخيرة من المتشاط والأهداف دي قدت أنه الأهلي فقد نقاط في سباق المنافسة على الدولي قال أنه ده سببه الرئيسي كان حالة الإرهاق وفقدان التركيز من اللعيبة وده أمر أنا مقدره تماما وهنشتغل على أنه هو ما يتكررش بشكل كبير في الفترة اللي جاية